الحديث الحادي والثلاثون عن عائشة رضي الله عنها قالت الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات لقد جاءت خولة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكو زوجها فكان يخفى علي كلامها فأنزل الله عز وجل قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما الآية الحديث أخرجه البخاء رحمه الله تعليقا ووصله النساء بن ماجة والصحى بن تيمية وبن الملقن وبن حجر هذا رجل من الأنصار كان شيخا كبيرا اشتكته زوجته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشكت حالها معه إلى النبي عليه الصلاة والسلام وحاورت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جرى بينه وبين زوجها وذلك أنه حرمها على نفسه ورمى عليها بالظهار فراجعت الكلام مع النبي عليه الصلاة والسلام وعادة كررت واشتكت إليه أنها نثرت لزوجها بطنها حتى إذا كبر سنها وانقطع ولدها ظاهر منها تشكو إلى الله حصلت المحاورة بين خوله بن ثعلب والنبي عليه الصلاة والسلام في حالها وشأنها مع زوجها حدث في بيت النبوة كانت أم المؤمنة عائشة رضي الله عنها في ناحية البيت والمرأة تكلم النبي صلى الله عليه وسلم في الناحية الأخرى تقول عائشة فكان يخفى علي كلامها وفي رواية ما أسمع ما تقول لكن الله عز وجل سمع سمع كل شيء فسمع قولها وشكواها ومجادرتها لنبي صلى الله عليه وسلم وقال عز وجل في ختام الآية إن الله سميع بصير سميع سميع يسمع كل شيء بصير بحال الناس جميعا يسمع الشكوى ويبصر حال المشتكي إن الله سميع لجميع الأصوات في جميع الأوقات على جميع الحاجات بصير يبصر دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء كمار السمع والبصر لله أسمعنا تضعف أبصارنا تضعف عقولنا تضعف أبداننا تضعف عظامنا تصاب بالوهن رؤوسنا تشتعل شيبا والله عز وجل قوي سبحانه الحديث هذا في إشارة إلى أن الله عز وجل رحيم وأن من اشتكى إليه يزيل شكواه ويرفع بلواه بل أنزل الله فيها آيات تتلى إلى يوم الدين والله عز وجل قال وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى إذا كان السر ما في الضمير مما خطر في بالك الآن عندك في نفسك تسره الله يعلمه وأخفى من ذلك واللي ما خطر على بالك بعد يعلم سبحانه يعلم ما سيخطر في البال أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب قالت عائشة رضي الله عنها الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات يعني أدركها كلها علمها أحاط بها ما خفي علي شيء منها لا تختلف علي أصوات المخلوقين كم واحد يجأر إلى الله في الأرض هذه اللحظة كم واحد يرفع صوته ويسر بالنجوة والشكوى إلى الله يعلم الله عز وجل كل ما يقولون على اختلاف لغاتهم وفي وقت واحد لا تشتبع عليه الأصوات لا يشغله منها سمع عن سمع لا تغلطه كثرة المسائل ولا إلحاح السائلين سبحانه طريق الهجرتين وقول عائشة رضي الله عنه هذا يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم آمنوا بالنصوص على ظاهرها الذي يتبادر إلى فهم صاحب اللسان العربي وأن هذا مراد الله سميع له سمع حقيقي بصير له بصر حقيقي يسمع الأصوات سماعا حقيقيا وطريقة السلف هذا الإثبات بلا تحريف ولا تغيير ولا تبديل ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل ظاهر النص مراد القرآن عربي مبين الله عز وجل لا يعجز أن يأتي بلفظة بدل لفظة إذا أراد ذلك فإذا جاءنا سبحانه بلفظ معين معناها أنه أراده عز وجل أراد هذا اللفظ وأنزله حكما عربية قرآنا عربية غير ذي عوج سمع الله سبحانه نوعا سمع إدراك وسمع إجابة الأول أنه يسمع جميع الأصوات الظاهرة والباطنة الخفية والجلية ويحيط بها إحاطة تامة في السماوات وفي الأرض والثاني سمع الإجابة يعني أنه يسمع مجيبا الداعين والسائلين والعابدين فيثيبهم ويعطيهم قال الله إن ربي لسميع الدعاء هذا سماع الأصوات العام ولا سماع الإجابة سماع الإجابة أحسنت إن ربي لسميع الدعاء طيب أنت قول المصلي سمع الله لمن حمده من أي نوع سمع الإجابة سمع الله لمن حمد هذا الحامد الحامد هذه الطائفة المخصوصة من عباده يسمع حمدهم فيثيبهم على حمدهم يسمع حمدهم فيثيبهم على حمدهم سمع الله لمن حمده يا مصلي هل لا تفكرت في هذا وأنت تقولها إذا رفعت من الركوع لأنه يقول واحد وماذا نفكر في الصلاة بماذا نفكر في مثل هذا فكر سمع الله لمن حمده سمعه فاستجاب له وأثابه كما في مفتاح دار السعادة وتفسير أسماء الله الحسن للسعدي وشرح السفارية الشيخ بن عثيمين والواسطية كذلك والسمع الثاني هذا سمع الإجابة لا ينافي الأول سمع الإدراك بل سمع الإدراك أعم فسمع الإجابة داخل في سمع الإدراك لكنه أخص من جهات أنه فيه ثواب وعطاء واستجابة والله عز وجل يسمع الجميع وإذا سمع دعاء داعين أجاب وأثاب ننتقل الآن طبعا هذا العظم فيه واضحة واضحة الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات يعني كل عائشة تقول أنا ما أنا بعيد عنها وفي أشياء خفيت علي ما سمعتها والله في عليائه من فوق سبع سماوات على عرشه سمع كلامها كله ما خفي عليه شيء من ذلك وأجاب شكواها وأنزل فتواها في هذه السورة المجادلة سبحانه سبحانه هذا يا إخواني مما ينبغي أن نتفكر فيه هذا العظم العظم الإلهية هذا هذه تقود إلى زيادة الإيمان وزيادة القرب من الرحمن هذا من أعظم العبادات هذا التدبر هذا التفكر هذا من أعظم العبادات لأنك تفكر في عظمة ربك عظمة ربك يعني تفكر في الآيات والأحاديث التي موضوعها عظمة الله أظنه والله أعلم أعلى أنواع التدبر أجراً أظن أن التفكر في آيات وأحاديث العظمة أعلى أنواع التدبر أجراً لما فيه على من ذلك طبعاً فيه تفكر في آيات الأحكام والقصص لكن هذه العظمة الإلهية موضوع العظمة هذا موضوع ما ينجدير بالاهتمام ويغيب عن الكثيرين أنه ترى عليه يعني أكثر مدار زيادة الإيمان